اشتركوا في القناة مع الشريعة المقدسة ومحاور أخرى متعلقة بهذا الأمر مع ضيف البرنامج سماح الشيخ ليث العتابي قبل ذلك سنذهب لمشاهدة تقرير وبعد ذلك نعود لنكمل محاور هذه الحلقة من برنامج سباك فكونوا معنا في وقت يجتهد فيه العاملون في أعمالهم فإن الحاجة لمعرفة حقوقهم تعتبر من أساسيات استمرار العمل وضمان المعيشة وتأتي أهمية هذه الحقوق على الجانب الشرعي حيث حدد الشرع معالم مال العامل من حقوق وما عليه أكو حدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعطي الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقة نحن اليوم حقيقتين كتجار العامل إلى أجر بالأضافة إلى أنه أكو كراميات أكو فد مساعدة من الزبون اللي يجي يعني يتسوق يعني بعض الزبائن حقيقتين خلنقول غليل يطي فأحنا كتجار نحاول أنه ندعم العامل وعلى الجانب القانوني ففي العراق بشكل عام ومدينة النجف الأشرف بشكل خاص يجهل الكثير من العاملين في شتى القطعات ما لهم من حقوق قانونية أو نقابية لأسيما قانون الضمان الاجتماعي العامل اليوم في مجتمعنا مجتمع العراقي بالذات يعني يفتقر إلى الثقافة القانونية على وهي عدم معرفته بتطبيق القوانين الخاصة بقانون العامل والضمان الاجتماعي قانون العامل والضمان الاجتماعي يحتاج إلى الثقافة العامل الموجود اليوم يعني هو يجي على باب الله رزقه يعرفه رزقه محدود وما يعرف شنو هذا القانون اللي هو باعتباره قانون أيضا يعني هو يستحق يستحق براتب تقاعد به هذا وتعكف مؤسسات نقابية وقانونية متخصصة على التعريف بحقوق العاملين ليتسنى لهم ضمان الحقوق لبرنامج سبائك فضل ابدياري النجف الأشراف أحبتي الكرام حياكم الله من جديد بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن حق العامل بين الشرع والقانون الآن لدينا محاور وأسئلة متعددة مع ضيف البرنامج سماح الشيخ الليث العطابي حكرا أهلا وسهلا ومرحبا لنبدأ بحق العامل ما له وما عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمدي وآله الطيبين الطاهرين في الواقع الإسلام أولا نتكلم ضمن منظومة إسلامية ولا نغفل المنظومات الأخرى التي أعطت حق للعامل هذا معلوم جدا أنه الإسلام أعطى حق للعامل كذلك المنظومات الأخرى القوانين الأخرى أعطت حق للعامل لكن كلامنا إن شاء الله سوف يتركز على قضية حق العامل في الإسلام لكن علينا أن لا ننكر أيضا لصاحب العمل هناك حق نعم هو من الذي خلنسميه من باب التفضل أو من باب الكفاءة من الذي تفضل أو احتاج إلى الكفاءة لكي يجعل هذا العامل في هذا العمل هو رب العمل فبالتالي لما نتكلم الآن عن حق العامل مع عدم إنكار أو إغفال حق صاحب العمل لماذا؟ لأن صاحب العمل مقدم في هذه القضايا بل ربما هو صاحب فضل في كثير من المؤسسات والدول إنه مثلا يقيم مشروع استثماري وبالتالي هناك أيدي عاملة في هذه المنطقة أو هذا البلد تعمل وبالتالي مردودات للعوائل وللبلد اللي موجود وبالتالي إذن هو مع أنه واجب عليه لربما ابن البلد لكن هو متفضل بإقامة مشروع له القدرة على استيعاب أيدي عاملة وبالتالي عامل العوائل والقضاء على البطالة اللي موجودة فإذن صاحب العمل إحنا ما من الكرينا لكن نتكلم بالعامل باعتبار حتى صاحب العمل بعنوان ما أيضا يسمى عامل أيضا يسمى عامل فحق العامل بين الشرع والقانون يقينا سواء كانت حتى القوانين الوضعية الإنسانية الأولى أعطت نوع من الحقوق للعامل على سبيل المثال مثلا أنه ضمنت لهذا العامل الحق المقابل يعني تعطيه مقابل أنه عملك ماذا لنفرض أنه عمله في قضايا البناء بالتالي أنت إذا أديت ضريبة أو حق البناء المعهود سواء كان مثلا تبني حائط أو غرفة وما شاء كذلك إذا أتممته فلك الأجر المعين الفلاني إذا نصف العمل نصف الأجر طبعا إحنا نتحدث عن جودة ونوعية ووقت كل بشرطه وشروطه كل بشرطه الآن نتكلم عن شيء كامل لا أي حائط لا أي نوعية لا أي طريقة أبدا أبدا نعم نتكلم بكامل المواصفات شيء كامل المواصفات هذا العامل هو متقن لعمله يعني صاحب اختصاص بهذا العمل والعمل اللي أديه كامل المواصفات فإذا اتفقنا أنه أنا معاك مثلا اتفقنا أنه العمل سالساعات لبناء حائط كامل أنا لربما نصف الوقت أنا أخذ نصف الأجر نصف العمل يعني نصف الحائط أنا أيضا أخذ نصف الأجر اللي موجود وبالتالي مو من حق العامل أولا أنه يطالب بأجر كامل إذا لم يؤدي العمل المطلوب منه بالدرجة التي حصل بينها الاتفاق ولا من حق صاحب العمل الذي آجر أو استأجر العامل أنه يبخسه وحقه لهذا القضية اللي هو النقطة الثانية النقطة الثانية اللي هي قضية عدم بخسل الأجر هناك الكثير اللي ربما نسمع عن حالات وهي حالات فردية أنه مثلا صاحب العمل يبخس العامل حقه مع أنه أدى الواجب اللي عليه فالمفروض أيضا نتكلم الآن ضمن القوانين الوضعية بعد ما انتقلنا إلى القوانين هذه القوانين الوضعية سمح الشيخ أيضا مكملة للقوانين الإسلامية متفرعة منها قوانين إنسانية إنسانية أحسن غير متعارضة مع القوانين أبدا أبدا يعني أكو أمور متعارفة سمح الشيخ أنتم تعرفون وتحدثون أن بعض الأمور المتعارفة هي مطابقة للأمور الشرعية موافقة الشرع موافق عليها أولا الطابع الإنساني والطابع الأخلاقي لا يختلف لا بالقوانين الوضعية ولا بالقوانين الدينية بكل الأديان حتى الأديان الوضعية البوذية ما تختلف أصلا القضية ثوابت إنسانية معروف أنه بالثابت الإنساني أنه أنا إذا أريد مثلا حاجة فلاني أذهب إلى صاحبي الاختصاص قضية إنسانية معروفة والتعامل اللي بيناتهم إذا اتفقتوا يعمل على أجر موين كنا نطيع أجر بالكامل وأيضا هو نفسه صاحب العمل إذا اتفقوا على قضية أنه أنا أبني حاط ما أبني شيء آخر المفروض هو أيضا يلتزم معي أنا مثلا جيت حتى أبني حاط مو أنظف البيت مثلا مثل مثال العامل من حق العامل يرفض يعني هذا الآن ما يسمى أنه هو لم يقبل بالرزق لا أنا بالمقابل أنت لما جيتني طلبت من يمي أنفذ العمل فلاني تخالفه وتأتيني بعمل آخر هذا خلاف الاتفاق والمفروض حتى لو كان العمل الآخر انظر أدنى من أقل تعبا المفروض يأخذ من حق العامل يطلب أجر أكثر لماذا؟ لأن اتفقنا كان على شيء وصار التطبيق على شيء آخر من حق العامل الآن هو أنه يطلب أجر مخالف مو يطالب بالتالي ربما رب العمل يقول لا لا أنا أقل الأجر لا اتفقنا على شيء المفروض أنا أخذ ما يسمى بالغرامة أنه أنا انتخالفت الاتفاق اللي موجود بيراتنا فإذن الثاني هو قضية أنه عدم بخس العامل اللي موجود ثالثا الاحترام الاتفاق بين الطرفين رب العمل والعامل يعني بالمقابل نحن الآن نتكلم على عدم ظلم العامل لكنه أيضا نتكلم على عدم ظلم رب العمل يعني هذا العامل إذا لم يؤدي العمل بشكل صحيح رب العمل يتأثر أي أولا المدخول المالي يتأثر وبالتالي ربما الأجر التي سوف تأتي حتى يوزح على العمال ستكون قليلة جدا وبالتالي هذا يسمى أشبه بالنكسة الاقتصادية بسبب عدم قيام العمال بعملهم الصحيح فهي ثلاثة أشياء مهمة جدا لابد مراعاة من الطرفين وضعيا إسلاميا جاء الإسلام فقدم في كل هذه الأمور اللي ذكرناها الطابع الإنساني لأنه لربما العامل ليس مسلم هذا معروف أنه لربما أنت تستأجر غير مسلم للعمل الفلاني يقول أنت تعامل معه الأمور اللي ذكرناها العقد اللي بيناتكم وراعي من الجايب الإنساني لماذا؟ حتى يقول بأن المسلم يحترم الاتفاقيات بل أن المسلم لديه إنسانية لربما أكثر من غيره لماذا؟ الإسلام في هذه الجزئية ينظر للمنظومة ككل يعني ما ينظر لك كفرد يقول لك أنت كل تصرفاتك راح تنعكس على المنظومة فبالتالي تعامل بالحسنة مع هذا العامل لو ربما من دين آخر ومن الأخرى فعليك أن تحسن له حتى يقول بأن المسلم هو ملتزم بعقوده أفضل من غيره فأضافلها الجانب الإنساني هذا واحد وأضافلها شيء آخر طبقت في كل المجالات مراعاة العدل والمساواة طبعا المشكلة أنه البعض لا يميز ما بين العدل والمساواة لا العدل شيء والمساواة شيء آخر المساواة أنه أعطي كل العمال يعني أنا عندي مثلا على سبيل المثال دائرة أو مؤسسة أنا أعطي من الأعلى للأدنى نفس الأجر هذه تسمى مساواة أما العدالة لا أنا أعطي كل حقه يعني مثلا لربما أنا أعطي على التعب من الذي يتعب أكثر أنا أعطي أجر أكثر لربما على الإختصاص لربما على المهارة لربما على الشهادة الخبرة على سنوات المهارة أنا اللي تكلمني بها لربما يعني حتى تعمل الخبرة وغيرها لربما على المهارة هذا صاحب مهارة عالية لأن خبرت أكثر في هذا المجال هذا تابع لقوانين صاحب العمل من حقه أنا صاحب عمل أنا ما أعطيك على الشهادة لربما في دوائر أخرى يعطي على الشهادة هذا يدخل في مجال العدالة ليس في مجال المساواة في مجال المساواة مثلا أنا أعطي كل العمال على الأدنى دينار على سبيل المثال هذه مساوات لا أنا أعطي على المهارة اللي ربما أضيف فوق الدينار مثلا دينارين على سبيل المثال هذه المهارة لا لمن يتعب أكثر لمن يمضي ساعات عمل أكثر لربما لمن لديه شهادة جامعية أعلى من غيره فإذن علينا التمييز أنه في قضية العدل والمساوات كما ذكرت فالإسلام أضاف هذه الجزئية المهمة جدا أنه مراعاة قضية العدل والمساوات في آن الواحد نعم سمع الشيخ تحدثتم عن قضية مهمة قضية أنه صاحب العمل يبخس حق العامل هذه تصير نوع من الاستغلال باعتبار مثلا أعمال غير متوفرة أو حاليا منتشرة بدولنا أنه يجيبون أعمال من غير دول طبعا وضع الدولة في العراق مختلف عن باقي الدول الاحتياجات هنا تختلف عن باقي الدول الدينار في العراق يساوي كم في مكان آخر يساوي كم في هذه الحالة العامل يستشعر أنه حق قضاء أنه يستغل لك أنت محتاج للعمل وأنا يحتاج إلى عامل فبالمقابل يأخذ بأجر أقل من المطلوب بالسوق أو المعقول بالسوق نعم هذه القضية خليها في بالك أنه أظن المشاهدين موجودة في كل الدول حتى الدول المتقدمة هل تعلم أنه في بريطانيا في بريطانيا تعطى المرأة نصف أجر الرجل في كل دائرة حكومية أو عمل خصوصا في مجال التعليم طبعا حتى أكون دقيق أنا هذه القضية مستقرأة وعدي استبيان كامل عنها في مجال التعليم تعرف أنه التعليم بنسبة 90% في هذه الدول هو أهلي يعني حتى المدارس والجامعات وكذا هي عبارة عن مؤسسات نعم أهلية لكن بإشراف حكومي يعني ليست أهلية بحيث أنه مثلا هذا الشخص أو المؤسسة هو يديرها بمعزع عن القانون لا موجود مشرفين وتدقيق حكومي كامل حكومية هي إلا أنه قضية الإدارة الموجودة في مجال التعليم في بريطانيا في بريطانيا المرأة تأخذ نصف أجر الأستاذ المعلم يعني المعلمة تأخذ بالضبط نصف أجر الأستاذ لماذا؟ لأنها مرأة وتحتاج إلى العمل وماذا يعني يسغلونها من أي طرف يقولون لها أيضا زوجك يعمل وبالتالي ما رح يصير ظلم هو رح يأخذ أجر كامل ربما حتى في دائرة أخرى وبالتالي أنت هذا الشيء مصطلحنا العامي زايد خير أنه أنت رح تأخذين هذا الأجر فهذا موجود بخص العمال بخص الموظفين بقضية الأجر هذا موجود عموما لكن المشكلة الموجودة في عالمنا العربي في عالمنا الإسلامي في العراق خصوصا أنه أصلا ما موجود قانون للعمالة هناك هناك بخص وهي توقع على قانون وتقبل بهذا الأجر لكن هناك موجودة القضية أصلا اجتهادات فردية من البداية الدولة مثلا عسيبي المثال في العراق هي لم تراعي القضاء على نسبة معينة ليس على كل بطالة لا يمكن لأي دولة أن تقضي على البطالة كاملة هذا الحقيقة لا بد أن ننقرها لكن على نسبة معينة التي ذكرناها ربما في حلقة أنه هناك نسبة فقر معتد بها في كل الدول يعني هذه النسبة تعرفها إذا زادت يدق ناقوس الخطر هنا هذه النسبة موجودة وبالتالي يستطيعون توفير إعانة لهذه النسبة الموجودة إذا خرجت هذا الأثر على الدولة فالمفروض على الدولة أنه نعم نسبة بطالة تبقى موجودة بنسبة لكن إذا زادت فهل قضت الدولة على نسبة البطالة العالية وبالتالي صارت محصورة لربما في شريحة معينة ما عندهم شهادات ولا عندهم مهارات ولا عندهم خبرة ولربما عندهم أمراض يعني ممكن شخص هو كامل وصحيح ويستطيع ممارسة كل الأعمال اللي موجودة هذه النسبة تبقى للشرائح عدمة الشهادة وأصحاب الأمراض والعاهات إذن على الدولة أن تقضي على البطالة بهذه النسبة ثم إذا تذهب إلى عمالة خارجية المفروض هي قاضية على هذه النسبة البطالة اللي موجودة هذا واحد اثنيا العمالة الخارجية التي أتت لهذا البلد هل قننت ووضعت ضمن وشروط معينة أنه العامل في المجال الفلاني له أجر كذا وعليه ضريبة كذا المفروض الدولة أيضا تاخذ ضريبة حتى نفس الدولة اللي جلبت العامل هذا غير موجود للقضية ثم كل العمال دخلوا بصورة صحيحة ثم كل العمال ليس عليهم قيود جنائية لربما في بلدانهم ثم كل العمال يدخلوا هم أصحا لربما ينقلك مرض كالأمراض التي لا علاج إلها كالإيدزو وغيرها الأمراض التي لا علاج إلها هذه الأمور غير مععاد في كثير من البلدان العربية وفي العراق خصوصا فبالتالي ليست المشكلة أيضا حق العامل بقضية البطالة لا في الجوانب الأخرى المفروض التراعة وبالتالي نعم نحن نتكلم للعامل لكن علينا أيضا على العامل واجبات عليه أن يطبقها في المقابل احترام لقوانين الدولة طيب سمح شيخ تعلمون أنتوا تحدثتوا عن قضية التعليم في بريطانيا سمتوها بتعليم الأهلي نعم وبإشراف حكومي نحن في بلداننا العمل موجود نوعي نوع الحكومي والخاص والنوع الخاص الحكومي قد تكون القوانين مقننة ومطبقة مثل موضوع التقاعد وعند أمور إجراءات خاصة به في حالة المرض في حالة الحوادث في حالة الكبر السنواء ما إلى ذلك العامل في الجهة الخاصة حسب علمنا أكو قوانين المفروض تطبق ولكن غير مطبقة لأنه القانون غير مفعل بشكل كامل ماكو حساب ولا كتاب فالعامل في هذا الجانب يعتبر خسران فتلقى أكو تدافع على قضية الجانب الحكومي وإن كان بأجر أقل وهذه القضية سوت خلل في قضية العامل والعمال والعمل طبعا هذه الأولين العمل في القطاع الخاص في الدول الأخرى هو أكثر رغبة من الناس يعني الناس ترغب في الدول الأخرى دول الأوروبية الآن نعم في بريطانيا خلنا نرجع نفس بريطانيا مع الأجر القليل الذي ذكرنا للمعلم القطاع الخاص حتى لو أعطى النصف لهذه المرأة في التعليم يقينا راتب أفضل لو عملت في قطاع الدولة هذا أمر مقصود من الدولة أنه يدعمون نعم متقصد في تلك الدول متقصد حتى يفعل القطاع الخاص لماذا؟ لأن القطاع الخاص يعطي ضرائب تشكل نسبة جيدة في اقتصاد الدولة يعني مثلا الدولة لنفرض بريطانيا مثلا خلنا نقول اقتصاد على النفط استشاهل عن نفسي مخفف عن نفسي أحسنت وبالنتيجة أكو موارد للدولة أحسنت وموارد الدولة بالنتيجة أين تروح للمواطن أحسنت لنفرض أنه بريطانيا مثلا تعتمد بالدرجة الأولى كاقتصاد الدولة على النفط نضرب مثال بهذا الشيء كم يشكل مثلا قطاع النفط؟ لابد نسبة معينة لأنه عدد زراعة وسياحة ومشاكل ذلك خلنا نقول أنه قطاع النفط اقتصاد الدولة يشيل من حمل الدولة نسبة 40-50-60% يأتي قطاع الزراعة قطاع السياحة يشيل هل تعلم أن القطاع الخاص في بعض الأحيان تصل لنسبة مالته إلى 30-40% من اقتصاد الدولة؟ اللي لربما في بلدان يعادل الزراعة وأكثر في بلدان يعادل الزراعة وأكثر بل أن هناك بلدان طبعا هاي بلدان الصغيرة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة أكبر من القطاع العام يعني اقتصاد الدولة رقم واحد رواتب الموظفين في القطاع العام تؤخذ من القطاع الخاص لماذا؟ لأن الضرائب الموجودة هنالك تعين الدولة للقضاء على البطالة اللي موجودة فإذن الأمر الأول أنه الدولة متقصدة تلك الدول أنه تفعل القطاع الخاص حتى يعطي ضرائب أكثر ثنيا صندوق الضمان الاجتماعي أسس خليه في بالك أسس للقطاع الخاص بالأساس ولم يؤسس للقطاع الخاص للعام هل تعلم أنه يعني هذا اللي ربما المشاهد غير يعني معلومة يظن أنه الدولة أسست نعم هي الدولة أسست بس أسست المن للقطاع الخاص المن لأصحاب المزارع وخصوصا المزارع اللي عندهم عبيد في ذلك الوقت اللي كانت بيعبودية هذا صندوق موجود لضمان أنه المزارع تستمر حتى تطل للمصانع القطن هو كان القضية بالبداية بدأت بقضية القطن والذرة يعني قديما أنا أتكلم مثلا سنة 1700 1800 هذا الكلام سووا هذه الصناديق أولا حتى العامل يحس بأمان موجود ثم أنه يعمل بكد حتى يزود الدولة بالأشياء اللي تحتاجها أكو دافع بالنتيجة حسنت حافظ أكو حافظ أكو حافظ يعني موجود ودول الكومن ويلث اللي هي تتبع التاجر البريطانيا ما شاء الله حتى أستراليا هي تابعة لهذه الدولة هل تعلم بأن القرارات الحكومية التي تحتمد على مراكز أبحاث تعرف أنه مركز الأبحاث طبعا مراكز أبحاث متعددة هي تساهم مساهمة فعالة 100% 100% أو 90% بالقرار السياسي أو القرار الاقتصادي في الدولة هل تعلم أن مراكز الأبحاث في بريطانيا بنسبة 100% هي غير تابعة للحكومة فيها بالقطاع الخاص اللي تصنع القرار في بريطانيا نتكلم بها عمال وعمال يعملون بإخلاص ورواتفهم أفضل لو أنه هذا المركز البحثي تابع إلى الدولة لكن رح نثير إشكالية لماذا في الدول العربية الدول العربية القطاع العام هو الأكثر مع العلم الثروات الموجودة في البلدان العربية أكثر وتستطيع إنشاء قطاع خاص وتدعمه بالعكس هذا القطاع الخاص رح يفيدها في كثير من الأمور فقط لقضية واحدة لضمان التبعية هذه الدول حتى تضمن هذا الموظف تابع لها يبقى يعني مثلا أنت تعرف مثلا أيضا في بريطانيا النقابات التابعة للقطاع الخاص إلى مساهمة كبيرة جدا في انتخاب الأشخاص يعني هي تنتخب من يمها لذلك تجد كثير مثلا الآن البرلمان البريطاني هو ظهر من نقابات يعني مو من حكومة نقيب المعلمين نقيب السواقين مثلا نقيب كذا مثلا يصعد ويصير هو بالبرلمان وبالتالي فالنقاب اللي هي قطاع خاص طبعا النقابات كلها قطاع خاص أيضا تأسيس النقابات كان تأسيس خاص وليس تأسيس عام في هذه الدول اللي نسميها بين قوسين دول استبدادية لضمان لضمان ولا المواطن فقط فعلت القطاع العام لأنه إذا ذهب للقطاع الخاص ولا رح يكون إلما لذلك الشخص وبالتالي يخرج عن سيطرته هو أشبه بحزب في دول تمنع تكوين أحزاب خلينا نتصورها بهذا الشكل يعني فبذلك لضمان وإلا مقضية حرصا على المواطن هذه الدول أي بدن محارصة على المواطن وإنما لضمان الولاء وبالتالي أصبح الإنسان خصوصا في هذه الدول إلا ماذا يسعى يسعى إلى القطاع الحكومي ليس لكي يكون موالية لا لأنه الدولة هنا دعمت القطاع العام ووضعت له صندوق ضمان وما وضعت القطاع الخاص بينما القطاع الخاص الآن لو فعل الآن في العراق اقتصادنا فقط على النفط لو فعل القطاع الخاص صدقني توصل إلى 50 و60% من ضرائب الدولة تعتمد على القطاع الخاص وبالتالي نستغني عن الحاجة إلى النفط خصوصا مع نزول الأسعار بالنفط طيب من ضمن الوصايا الخاصة بالعامل أنه يبحث عن عمل جيد يتوافق معه يعيش معه أيضا ضمن الوصائل صاحب العمل أنه يراعي العامل كوصية عامة في دقيقة للجهتين ليحصل الانسجام فيما بين الطرفين نعم على كلا الطرفين أنه يعلم أنه كل شخص محتاج الآخر يعني رب العمل هو محتاج العامل والعامل محتاج رب العمل وبالتالي إذا لم يكونوا في داخله ويحسون أنه مؤسسة واحدة متكاملة لا يمكن أن يكون العمل صحيح ولا يمكن أن يستمر إذا أحس جере타� أنه العامل في داخله يعتبر أقل منه وما سيعمل العامل الآن تحس العامل أنه صاحب العمل مستبد لا يمكن يحاول أن التمرد بأي صورة معينة نوع من التمرد إذا أحس بالأخوية أنه مؤسسة واحدة متكاملة وبالتالي هذا شخص إنساني وهذا شخص إنساني وكلهما أصحاب عوائل وكلهما يقدمان البلد اللي هم به صدقني لن تكتمل وبالتالي يفشل حتى القطاع الخاص حتى العمل البسيط فعلينا أن نكون نشعر كمؤسسة متكاملة وإلا دون ذلك لن يكتمل ولن يكون العمل بشكل صحيح أحسنتم وجدتم سمح شيخ ليث العتابي شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم ورعاكم وشكرا لكم مشاهدين الكرام نذب إلى مشاهدة هذا الاستطلاع الخاص عن حق صاحب العمل هل له الحق في استقطاع أجر الأجير وتقليل أجره أم لا وبعد ذلك نعود معكم لنختم هذا الحق ببرنامج سباك فكونوا معنا إذا عامل كمّل يوميته كامل إلا حق يستنمي جاته كامل بس إذا هاكو عامل عنده مثلا مشكلة عامل يومي يعني يشتغل يومي بالمحل ثابت هو فعنده ظروف صعبة عنده مشكلة ما يستطيع مرات به يعني الله ممكنك ما يستطيع مرات به خطيئة كاسب على باب الله هو فهو هذا عامل العامل لازم إنسان دائما يكون يدحق على العامل مثل ما يقول على باب الله هو جاي بتاعب يشتغل فهي ما يستطيع دور وياتفلس عن المد خمسة ألاب إذا غاب عن شغلة إذا بيئ أسباب إذا بدون سبب يقطع بس إذا إلا سبب إذا إلا مريض بالبيئة إذا إلا مشكلة إذا هذا ما يستطيع يعني تقطع من يوميته بالنسبة إحنا هسا جاي يشوف عندنا ناس مثلا يتغيبون هواي هذا من يتغيبوا هواي أنا جاي يقول لا ما تفيدني الشخص اللي أشوف يقصر بعمله طبا أجأ أقل العامل أنا بنسبة لي عدي ثمان ساعات أربعة سبع ساعات أنت من أشوفك نايم لو قاعد أنت هذا ما تخدمني شغلك فأقصمون عنده شي قليل يعني وما نخصمون عندهم عنا جاي بس مرات نقل نخصمون عندك أو بنسبة اليوم نخليك تقعد أو باش نطي إجازة ثاني يوم في سبيل شوية تقدر تكون توبيخ بسيط تعيو شلون من ناحية الإجور شوية نقلل لفد ألف ألفين هاي الترتيب يعني ومفد مشكلة إذا كنت مثلا أشتغل ش طبيعة أبو العامل رح يطيني راتبي وإذا كنت ما أشتغل طبعا ما يطيني راتبي هذا شي واضح وعام زين وبالنسبة للعمل العمل هات تشوفونا قدام عنكم الناس تعبانة وضعيتها تعبانة طبعا زين وشوف العامل يطلع من الصباح لساعة بالخمسة يحيل زين على هل الخبزة هاي المنقعد يقسم عندي إذا أشتغلت أعوكل عائلتي وما أشتغلت أعوكلها مين يجيبيني الرجال عام الله يمكنك خلف الله عليه هو يمشغني إذا أمواك أدور شغل موك خلف الله عليه هو بالغدالي يمشغني حج لا أكو شغل لا أعمل لا أكشي موك إيه عادي يقسم من يومتي إيه أشتغل يطيني دوامنا بدل سبعة سبعة ونوص لحد الخمسة ينتيد أجرتنا مثلا مثل صعدك ظرف بالواحدة أو بالثنتين ما يطلق أجر كامل يعني لازم تكمل أجرتك مشاهديني كرام بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع عن موضوع الحلقة نكون قد وفقنا إن شاء الله لإيصال بعض المعلومات الخاصة بحق العامل بين الشرع والقانون ملتقانا إن شاء الله في حلقات قادمة نترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة